النهاردة بالمناسبة كابتن معتمد جمال بعد المباراة كان له تصريحات مهمة بيشيد باللعبين ويشيد بفكرة الفوز بالسلاس نقاط للمباراة الثالثة على التوليد كابتن معتمد جمال قال حققنا هدفنا من المباراة وحصدنا السلاس نقاط وقال ان احنا بقينا في وضع صحيح وفي المكان الصحيح قال كمان حمزة المسلوسة واشكبالة واباما وعمر جابر ما كانوش جاهزين بنسبة 100% في المباراة وقال انه السلاس نقاط هي الاهم بالنسبة لي دلوقتي واللي كان اهم النهاردة ان احنا نحافظ على مرمانة انه ما يخش فيه اي اهداف وقال ان الامر طبيعي بالنسبة يعني للعقد اللي وقعه ان العقد كان يجب توقيعه منذ اول يوم عمل في النادي والخطوة اللي حدثت كانت نوع من الاستقرار في الفريق وقال ان محمود حمد الوينش هيبدأ التدريب مع الفريق يوم الاتنين اللي جاي ولكن دون احتجاكات للحصول على احساس الملعب قبل ان يشارك فيه التأسيمة واتكلم على السلاسة الموقوف احمد فتوح مصطفى الزناري ومحمد صبح وقال ان اقاف اللاعبين انتهى وستتواصل مع الادارة من اجل حسن موقفهم من المشاركة فيه التدريبات خلال الفترة المقبل احنا بقى في رقم 10 تواصلنا مع الادارة عشان نعرف ايه الوضع بالنسبة للسلاسة تواصلنا تحديدا مع الكابتن احمد سليمان عضو مجلس الادارة والمشرف على فريق كرة القدم قال لنا ان التلاتة بالفعل اقافهم انتهى وانهم هينزلوا التدريبات بداية من يوم الاثنين المقبل يوم الاثنين اللي جاي التلاتة هيبقوا موجودين فيه التدريبات سؤالنا اللي بعد كده للكابتن احمد سليمان هل ده معناه انه هما ممكن يشاركوا في المباراة نعم ممكن يشاركوا في المباراة بشرط انه الجهاز الفني وافق على هذا الامر يعني الجهاز الفني هو محتاجهم يلعبوا هيلعبوا مش الادارة اللي هتقول يلعبوا ولا ما يلعبوش بس هما دلوقتي متاحين في يد الجهاز الفني بداية من يوم الاثنين القادم بداية نزولهم واشتراكهم في التدريبات السؤال اللي بعده هل ده معناه انه في عفو على السلاسي مصطفى الزناري واحمد فتوح ومحمد صبحي قال لا ما زال قرار عرضهم للبيع ساري هما كانوا موقفين شهر خلص الشهر هينزلوا التدريبات يشاركوا في المباراة قال لا بس عرضهم للبيع ساري يعني اللي عايز يخش ويشتري انا عايز فلان او ده او ده يتفضل يجي يعرض على نادي الزمالك والزمالك ياخد قراره دي كانت تصرحات الكابتن احمد سليمان عضو مجلس ادارة نادي الزمالك والمشرف على الكرة لبرنامج رقم عشرة يوضح فيه ماذا سيحدث مع السلاسي فتوح والزناري وصبحي خلال الايام القادمة دي حكاية او ده نادي الزمالك